دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وجه بالقاتي قال يا جماعة حالة الاستعداد القصوى في مستشفيات محافظة الاسكندرية لاستقبال اي اصابة نتاجت عن انهيار هذا العقار في هذه المنطقة دكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة الحقيقة قال ان الوزارة طلعت بالفعل اتنشر عربية اسعاف لموقع الحادث تم رفع حالة التأهب في مرفق اسعاف اسكندرية للحالة القصوى تحسبا للتعامل مع اي اصابة محتملة اضاف الدكتور حسام عبدالغفار ايه كمان انه فرق الاسعاف المتمركزة في مواقع او موقع الحادث تحديدا هي جهزة متأهبة للتعامل مع اي اصابة مع اي حالة وبيجري حصر اعداد المصابين جراء هذا الحادث تاني مصر عموما ما بتسكتش ومن بتتعاملش مع الموضوع باعتبار انه في تحقيقات النيابة فاحنا هننتظر لحد نهاية التحقيقات لا ايا هننتظر نهاية التحقيقات ونتائج نحقات النيابة ده مما لا شك فيه بس كمان مش بنسيب الناس ده شكل العقار ده يعني تصوير فيديو هوقاتي اللحظة بالطول